أهلا بكم في قناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 تقديم بسانت محمد المسخ العائم وصل الدرفيل الحزين موج لمشارف البحر الأصفر قادما من البحر الأزرق بعدما هجر سرب الدرفيل فلم يكن باستطاعات البقاء فيه بعد موت زبد وتحمل كيل اللوم والشتائم الذي كان يقدم له يوميا في كل كلمة ونظرة توجه له وكأنه هو المسؤول عن هجوم الغرانيق أدرك موج أن تلك الدرفيلة الصغيرة هي الشيء الوحيد الذي جعل من بقاءه في سرب الدرفيل ممكنا ومحتمنا فقد كانت تدافع عنه باستمرار ولا تسمح حتى لأحد بأن ينزل إلهي بنظرة من شأنها أن تشعره بأنه غير مرحب به لكن هذا كله زال برحيلها وتوجب عليه أن يرحل هو الآخر خاصة أن والدها صاد الملك الجديد للدرفيل لم يعد يطيق النظر إلهي لأنه يذكر بابنته المقتولة الطريق لوادي المرجان في البحر الأصفر لم يكن مجهولا للدرفيل الصغير وكان يعوم مع الطيارات الدافئة الخفيفة لأنه لم يكن في عجلة من أمره ولم يخرج من الطيارات إلا لتناول الطعام من القاع حيث كانت الأسماك والقشريات الصغيرة تقطن وتعيش صباحا وفي إحدى المرات خلال نزول موجه للقاع لتناول الطعام عندما انتصف به الطريق نحو الوادي في البحر الأصفر لحظ أمرا غريبا رأى أن ضوء الشمس قد اختفى من خلفه فجأة وكأن الليلة قد حل دون سابق انذار وعندما رفع رأسه ليرى مصدر العتمة أصيب بصدمة ورعب شل حركته فقد شاهد سربا ضخما من القروش البيضاء الكبيرة يعبر من فوقه في منظر مهيب لم يرى مثله من قبل كان من الممكن أن يغوص الدرفيل الصغير لقاع أكثر ليختبئ لكن هول المشهد قوت حركته ورمت تحرك سوى عينيه اتساعا وهما تراقبان مشهدا من النادر رؤيته فالقروش لا تسير بأسراب ضخمة هكذا كانت أعدادها بالآلاف وتخلل القروش البيضاء في صائل أخرى من القروش مثل السفراء والعفاريت والثورية وغيرها مما شكل غطاء ساميكا حجب معظم نور الشمس القادم من السطح لكن حدت نظر الدرفيل مكنت موجه من رؤي ذلك الزحف المائي بكل تفاصيله بوضوح بعد دقائق من مراقبة عبور السرب العظيم قرر موجه الابتعاد عن المكان بالعون في قاع بالاتجاه المعاكس لسير سرب القروش حتى يتجاوز المنطقة لكن وللمرة الثانية أصيب بالدهشة عندما رأى قائد ذلك السرب الكبير وهو يعوم بينهم مسخ مسخ بكل ما تعنيه الكلمة قرش بلغ من الضخمة بحيث جعلت تلك القروش البيضاء حوله تبدو حوله كالسرادين حول سمكة كانعد كان ذلك هو مغلود ملك مملكة القروش في زهور نادر وغير مألوف فهو لا يترك البحر الأسود إلا غازيا وذلك الحجد المصاحب له كانه بلا شك ينوي الهجوم على إحدى الممالك لم يعرف موجه تلك الحقائق عن ملك القروش لم يعرف عنه سوى اسمه وما روي عنه من قصص مخيفة لكنه طيقا أن المسخ الذي يعوم فوقه ما هو إلا مغلود مغلود الذي سمع عنه كثيرا ولم يرى من قبل يعني من المنطقي في تلك اللحظة أن تزداد رعبة موجه السابقة في الهرب لقاع وتتضاعف لكن ما حدث هو أمر غريب وقد وجد نفسه بعد الرهب والرعب منجذبا لذلك السرب المهول وخاصة بعد رؤية مغلود بدأ بالعوم أسفل منه والسيرة تحت زل وبمحاذاته في القاع تيقن الدرفيل الصغير أن تلك القروش لم تخرج للإفتراس عندما عبر بجانبها سرب من سمك الشعور وتبين له أن تركيزها منصبة على نقطة معينة يريدون الوصول إليها وهذا الانضباط المخيف لا يحدث إلا بوجود قائد قوي كمغلود استمرت مراحقة موجه لسرب القروش لأكثر من ساعتين حتى ظهر في الأفق سرب آخر سرب من الحيتان الحضب وتحديدا السرب الذي يقضاه هامبل والذي رحل معه نعمان فقد كان ذلك هو مصار هجرتها وبعد غياب موجة لعدة أشهر كانت قد عادت من البحر المزلم في طريقها للبحر الأصفر لم يشعر الدرفيل الصغير بقلق عليها لأنه رأى تجاهل القروش لجميع الأسراب التي مرت بها سابقا لكن ثقته بسلامة سرب هامبل تبددت عندما سمع صوتا أجشا غاليظا يهز المياه الراكضة فوقه مخاطبا سرب القروش قائلا أريد أن أعوم في دماءهم تحرك سرب القروش المصعور كالجراد نحو سرب الحيتان وما أن التقوا حتى بدأت أسنانهم الحادة بتمزيق كل شيء في طريقها قائد الحيتان هامبل لم يكن لقمة سهلة فذيل الضخم كان سلاحا مميتا لكل قرش يجد نفسه مرتطما به لكن أعداد القروش الضخمة التهمت سرباه في دقائق معدودة ليبقى وحيدا يصارع مجموعة كبيرة من القروش البيضاء التي تحاول إصاباته بطريقة ما كي يتقهقر ويتم افتراسه والآخر صمد قائد الحيتان لمدة لم تكن بالقصيرة بالرغم من تمكن أحد القروش من قطم قطعة كبيرة من خاصرته وصموده هذا أثار حنق مغلود الذي اندفع بسرعة مخيفة نحو هامبل وبعد عن فكاهي كاشفا عن أسنانه الضخمة التي لم يطبقها إلا على رأس قائد الحيتان ليفصل عن جسده في لحظة مزقت القروش ما يتبقى من جثة الحوت الأحدى بالضخم وأكملت مسيرها وتبعت قائدها مغلود الذي أكمل طريقه وهو يلوك بين أسنانه رأس قائد الحيتان هامبل قرر موج بعد مجهد تلك المذبحة الدامية التوقف عن ملاحقة سربا القروش لأنه أدرك أنه قد يكون فريسة لها في أي لحظة وأنها تحتاج للتغذية من وقت لآخر وسربا الحيتان كان وجبة مناسبة لها وتستحق العناء بعكس الأسراب الصغيرة التي عبرت بجانبهم سابقا ولن يخاطر بالبقاء لمعرفة ما إذا كان هو يستحق العناء أم لا عدثت المذبحة قبيل مشارف البحر الأزرق الذي كان فيما يبدو وجهة مغلود وسربا وهذا ما جعل موجه يفكر قليلا في الوجهة التي ينوي سربا قروش غزوها البحر الأزرق يضم جميع أسراب الدرافيل المجتمعة تحت حماية الحور وقناديل وكذلك صديقته لوجه انقطع أثرها في البحر نفسه وهذا الربط جعله مترددا في العودة لقلب البحر الأصفر وراغبا في تحذيرهم بالرغم من معاملة الدرافيل السيئة له وجهله بمكان لوجه وفي الوقت نفسه لم يكن يعرف كيف يمكنه أن يصر قبل مغلود وجيشه لمكان تجمع أسراب الدرافيل بقى موجه يفكر بقلق وهو يراقب سرب القروش يختفي في الأفق وخلال تفكيره وكذو شيء في طرف ذيله فالتفت ليرى نعمان خلفه مبتسما ويقول كن في حالك أيها الكئيب موجه بخليط من السعادة والاستغراب لقد نجوت أنا سعيت لرؤيتك مجددا ظننت أنك لقيت حدفك مع سرب الحيتان نعمان ببهجة غريبة لقد التهمتهم تلك الأسماك دفعة واحدة هل رأيت كيف قطمت السعوك الضخمة رأس قائد السرب؟ وكيف التهمت الأسماك الأخرى ما تباقى منه؟ قال موجه تلك الأسماك هي القروش التي تدعي أنك رأيتها ما قبل نعمان باندهاش إنها أسماك كبيرة وغاضبة جدا نعم هي كذلك بالفعل نعمان ضحكا الحيتان لم يكن لديها فرصة للنجاة أبدا موجه باستنكار ألست مستاء مما حدث؟ ولما أستاء؟ الافتراز جزء من دائرة الحياة لكن الذين ماتوا كانوا أطلقاءك كما كنت تقول نعمان محركا ذيل الصغير عائما نحو رأس موجه بدأت أسأل من صحباتهم في الأسابيع الأخيرة خاصة عندما بدأت العجول تكبر وتتحدث معي وتمازحني كنت محقا فمزحها قد يصبح مزعجا مع مرور الوقت موجه مبتسما أنا سعيد برؤيتك مرة أخرى نعمان بتجاه مصطنع لكن أنا لست كذلك لماذا؟ لأنك أخبرت ذلك الحوت الكبير بأنك لا تريد رؤياتي مرة أخرى وأنك كنت متضجرا من صحباتي أنا؟ نعم أنت من تظن نفسك لقد كنت خير رفيق لك وقد أهديتك أجمل طرفي موجه يحرق ذيله مبتعدا عن السمكة البرتقالية الصغيرة وداعا مرة أخرى نعمان هو يلحق بموجه ضحكا لا تستاء هكذا لقد سامحتك لكن لا تكررها مرة أخرى موجه ينفخ بعض الفقاعات من منخاره بتضجر حاضر لن أكررها مرة أخرى نعمان مبتسما وأنا سعيد برؤيتك مرة أخرى أيها الكئيب موجه لما تناديني بالكئيب؟ لأنك ترفض إخباري باسمك أنا لم أرفض أنت لم تسأل بل سألتك من قبل ولم تجيبني موج عين عين ماذا؟ موجه هو اسمي نعمان ضحكا لم أكن أتوقع أن يكون اسمك موج موجه باستنكار وهل الأسماء يمكن توقعها؟ نعم أعتقد لا أعرف لما لا تعود لفصيلتك؟ نحن قريبان من المكان الذي التقينا فيه أو المرة قال نعمان أريد أن أبقى معك موجه وما زلت أن دهش من رغبتك تلك لقد تعرضت لمخاطر كثيرة منذ أن التقيت بيه نعمان لما أنت متشائم هكذا؟ منذ أن رفقتك عشت مغامرات كثيرة ورأيت أماكن وكائنات أكثر لقد عشت حياة طويلة بفضلك فصيلتي لا تعمر كل هذه المدة ولو أنني بقيت في جحور المرجان لكنت فريسة منذ زمن طويل موجه مبتسما ربما يجدر بي أن أتعلم منك كيف أرى الأمور الجميلة في حياتي قال نعمان إلى أين تعوم هذه المرة؟ أم أنك ما زلت لا تملك وجه؟ موجه هو مستمر بالعوم والتحديق أمامه لا هذه المرة لدي وجه؟ أي سأعود للبحر الأزرق حيث ذهبت تلك القروش وأحذر أسراب الدرافيل من قدومها نعمان يتوقف عن العوم سنفتارق إذن موجه يتوقف عن العوم هو الآخر ويدير رأسه نحو السمكة الصغيرة ماذا؟ لماذا؟ قال نعمان أنا الحوت الوحيد المتبقي من سرب الحيتان الحد ويجب أن أكمل مشوارها موجه بنظرة هكومية أنت لست بحوت قال نعمان أنا كنت جزءا من سربها ويجب أن أقوم بواجبي وأنفذ الأوامر أي واجب وأي أوامر؟ عن ماذا تتحدث؟ سرب الحيتان الحد كان عائدا لمملكته جنوب البحر الأسود عندما تلق أوامر من ملكتنا أوريكا بذلك لذا يجب أن أكمل الطريق نحو مملكتنا قال موج لا تكن سخيفا وهيا لنذهب للبحر الأزرق لا أستطيع يجب أن أنافذ أوامر ملكتي موجه بعصبية هل تعرف الطريق المؤدي لجنوب البحر الأسود؟ نعمان بغطراسة حمقاء لا لكني سأسأل عن الطريق موج بإحباط بعدما ألقى نظرة خلفه للطريقة المؤدي للبحر الأزرق لا تضعني في هذا الموقف أرجوك؟ أي موقف؟ أن أختار بين سربي وبينك نعمان وهو يبدأ بالعوم بالاتجاه الآخر لا تختار لي أني لا أريدك أن ترافقني موجه يحرك ذيله ويلحق بنعمان ويعوم بجانبه لا تكن أحمق وتعالى معي نعمان مستمرا بالعوم دون أن يلتفت على موج ولما أقوم بذلك؟ قال موج لأنك ستموت قبل أن تخرج من البحر الأصفر الطريق خطر جدا على سمكة صغيرة مثلك نعمان واللحق بالقروش هو الأكثر أمانا موجه ابتجه لا تتذاكي وأنت لا تتغاب منذ متى أصبحت صليت اللسان هكذا هل تعلمتها من الحيتان؟ سمت نعمان ولم يجيب واستمر بالعوم موجه بغضب ليما لا تجيب؟ قال نعمان الحيتان كائنات فخورة ولا تتجاثب الحديث مع أي كائن حسنا يا سيد حود سنرى كيف ستصل لمملكتك قال نعمان وداعا موج لا سوف أعوم خلفك كي أصحر منك عندما تضل في البحر لم يكن نعمان صادقا عندما قال ذلك لكنه أراد أن يتعثر بحجة لمرافقة نعمان في رحلته الخطيرة فبالرغم من أن تحذير سرب الدرافيل كان ذي أهمية علي بالنسبة له إلا أن فكرة موت تلك السمكة البرتقالية الصغيرة كان أقصى عليه فشخصية موج تتعلق بالأفراد أكثر من الأسراب بسبب نمط الحياة التي عاشها مع لج حيث وجد معها ما لم يجده مع أي سرب وفكرة الانتماء لفصيلة كبيرة والولاء لها لم تزرع بشكل كبير في نفسه فلم يكن من غير المنطقي من وشهة نظره التضحية بشعب الدرافيل بأكمله مقابل سلامة سمكة صغيرة فالرابط مع نعمان كان أكبر وأقوى بالنسبة له قدل موج العوم خلف نعمان عوضا عن العوم بجانبه ليترك له قرار اختيار الطريق والوجهة من وقت لآخر وبالطبع معظم خياراته كانت غير صحيحة وفي الاتجاه الخاطئ وفي كل مرة يتخذ نعمان وجهة مغيرة للطريقة المؤدية لمملكة الحيتان يتعمد موج إصدار قهقهات ساخرة منه فيغير طريقه حتى يتوقف عن الضحك وبذلك كان الضرفيل الصغير يقود صاحبه دون أن يخبره بشكل مباشر لكن تلك الطريقة مع تقدمهما أكثر أثرت حنق نعمان مما دفعه بعد عدة ساعات من العوم وتغيير المصارات بالقهقاة الآتية من خلفه للالتفات على موج وزجره بنبرة ساختها قائلا ألنت توقف عن طريقتك الغبية هذه؟ الموج مبتسما بصخرية هذه أول مرة أراك فيها غاضبا يبدو أنك تقمصت شخصية الحيتان جيدا قال نعمان أنا أشعر بالضجر من رفقتك وأريد منك أن ترحل الآن موج متهكما أرجوك يا سيد حوت اسمح لي بمرافقتك قال نعمان لا تحاول الاستدراف فأنت لا تجيد سوى الكآبة موج لو تركتك فستكون فريسة في أقل من دقيقة ولن تبارح مكانك لجهلك بالطريق نعمان لقد قطعنا مشوارا طويلا لساعات ولم يعترد طريقانا أحد أنت تحاول إخافتي فقط كي تعطي أهمية لوجودك موج يحرق ذيل ويهم بالرحيل حسنا سوف أرحل وأتركك وحدك لكن لا تصرخ مستنجدا بي عندما تقع ضحية لسمك أكبر منك نعمان بصوت مرتفع لموج الذي اختفى في ظلم البحر لا تقلق لن أفعل عام موج لنصف ساعة في الاتجاه المعاكس بواجه متجاهم وحدث النفس قائلا لا يهمني أمره أنا لست مسؤولا عن حمايته لم يكمل الدرفيل الصغير خط سير الجديد واستدار عائدا وهو لا يزال عبسا ويقول ما أنا فاعل لما أعود لتلك السمكة الجاهدة هو لا يستحق اهتمامي به ظهر النعمان في الأفق وكان فيما يبدو لم يستأنف العوم وبقى مجانه خلال فترة غياب موج عنه فتبسم الدرفيل الصغير وقال بصوت مرتفع لما لم تكمل طريقك أخبرتك بأنك لن تستطيع التحرك من مكانك بدوني استدار نعمان نحو موج الذي وصل عنده وقال بخليط من الحماس والعتاب أين كنت لقد ناديت عليك كثيرا الموج مبتسم بغطرصة كنت أعرف أنك لن تستطيع الاستغناء عني قال نعمان أنا لم أنادي عليك لتساعدني أيها الكئيب ربما في بادئ الأمر لكن بعدها ناديت عليك لسبب آخر ماذا كنت تريد إذن لا تنكر أنك شعرت بالرعب بعد غيابي نعمان بتهكم لا تكن وثقا لهذا الحد لقد ناديت عليك لأن صديقتك كانت تسأل عنك موج باستغراب صديقتي عن من تتحدى قال نعمان تلك الحرية التي أخبرتني عنها لج سألت عنك وأخبرتها أنك كنت معي وتركتني وكانت سعيدة جدا وسألتني في أي اتجاه عمد موج بنظر التكذيب نعم وماذا قلت لها أخبرتها بأنني أجهل الوجهة التي سلكتها لأني لم أرى إلى أين ذهب موج بسخرية هل هذه حيلتك لتبرير رغبتك بعودتي؟ قال نعمان لا تصدقني إذ كنت لا تريد لكنها أخبرتني بأنها ذاهبة لجنوب البحر الأخضر لمملكة سايدن وتريد مني أن أخبرك بذلك لو قابلتك مرة أخرى كتلحق بها لأنها مشتاقة لك قال موج لا دعي لكل هذه الأكاذيب سوف أرافق حيث تشاء قال نعمان أنا لا أكذب حريتك جسدها أزرق وزهرها أسود على جبينها واسم كبير ومخالبها وأنيابها طويلة موج ضحكا نعم هذه لج بعينها نعمان باستغراب ليما تضحك إذن؟ موج محركا ذيل ومستأنفا العوم هيا كي لا نتأخر على مملكتك أيها الحود بعد عوم دام لي أكثر من يوم وصل الأثنين لممر قوس الشمس وهو أحد المداخل الرئيسية لمملكة الحيتان ومع تقدمهما بدأ تلمياء من حولهما تزداد سخونة فتوقف نعمان عن العوم وهو يتنفس بثقر قائلا لا أظنني أستطيع المضي أكثر في هذا الطريق موج بتهكم ما بك أيها الحود أليست هذه هي الطريقة المؤدية لمملكتك؟ بلى لكن لكن ماذا؟ نعمان والإرهاق بادن عليه لكن يجب أن نعود أدراجنا كي نلحق بصديقتك حتى تلتقي بها سوف أضحي برحلتي لأجلك موج ضحك شكرا أيها الحود هيا لنعود قبل أن تموت مختنقا من حرارة الماء عاد الأثنين أدراجهما حتى انخفضت حرارة الماء من حولهما واستعاد نعمان بعض نشاطه وقال كيف أنه سنصل لمملكة سايدن هذا؟ موج وهو يعوم وينظر أمامه ومن قال لك بأننا ذاهبون إلى هناك؟ نعمان إلى أين سنرحل إذن؟ موج لقد رفقتك في رحلتك وحان دورك أن ترافقني في رحلتي سوف نتوجه للبحر الأزرق نعمان لأي غرض؟ لن ترحق لتحذير سرب الدرافيل وبالتأكيد أنهم أصبحوا الآن في بتونة قروش موج لن أعود للبحر الأزرق لأحذر الدرافيل بل لأبحث عن لوج قال نعمان لكني أخبرتك بأنها متوجهة لجنوب البحر الأخضر ألم تسمع ما قلته لك؟ بلى لكن قصتك تلك لم تنطلع علي أي قصة؟ أنا كنت أقول الحقيقة وصديقتك بالفعل ذاهبة إلى هناك هذا ما أخبرتني به؟ قال موج وهو يتوقف عن العوم ويلتفت على نعمان أرجوك توقف عن اختلاق الأكاذيب خاصة فيما يتعلق بلوج لا تعبث بمشاعري قال نعمان أقسم لك أن هذا ما قالته لي موج بعصبية لوج لا تملك أنيابا أو مخالب وظهرها ليس أسودا هل عرفت الآن كيف كشفت كذبتك؟ نعمان وهو يسعل من حقك أن لا تصدقني لكن ليس من حقك أن تكذبني موج باستنكار ما بك أيها الأحمق؟ ليما تسعى لها كذا؟ نعمان يلتقت أنفاسه من نوبة السعالة التي أصابته ويستأنف حديثه باستياء شديد هل كذبت عليك من قبل؟ ليما تفترض دائما أنني كاذب؟ موج قد لا تكون كاذبا لكنك بلا شك واهم مثلما توهمت أن سمكة الصفراء كانت قرشا فقط لأنها أخبرتك بذلك نعمان ماذا لو أثبت لك أنها بالفعل صديقتك؟ فهل ستذهب معي بحثا عنها؟ موج ولما تهتم؟ تتحدث وكأن الأمر يعنيك أكثر مني الأمر يعنيني لأنك صديقي صديقي يا الأحمق الكئيب لن أتخلى عنك مثلما تخليت عني أكثر من مرة الأصدقاء الحقيقيون هم من يبقون مع أصدقائهم في أسوأ أحوالهم وليس أفضلها قال موج أنا لم أتخلى عنك قط وسأثبت لك ذلك بمرافقتك لجنوب البحر الأخضر لأجلك فقط حتى وإن كان السبب غير حقيقي عاود نعمان السعال مرة أخرى موج باستغراب ما الأمر؟ هل أنت مريد؟ نعمان وهو يلتقط أنفاسه من نوبة السعال لا عليك أخبرتك بأنني أستطيع إثبات أن تلك الحرية التي قابلتها هي صديقتك لوج موج محركا ذيل ومستأنفا العو لا دعي لذلك لأني في كل الأحوال سأذهب معك حيث تريد ابتسم نعمان ولحق بموج بعد السباح قرب سطح الماء ليلا وصل الأثنين لحدود البحر الأسود والذي يقع خلف البحر الأخضر الكبير بشقايا الشمالي والجنوبي فعام موج القاعة من خلفه نعمان وتوقف عند طيار متوسط القوة يقود لوسط البحر الأسود وقال هذا الطيار الدافئ هو أسرع طريق كي نجداز البحر الأسود لكن هل تستطيع ركوبه؟ نعمان لا أعرف فأنا لم أركب طيارا متوسطا من قبل موج على الأرجح أنك لن تتحمل مشقة الرحلة وقوة الطيار لذا سنبحث عن طريق آخر أقل خطورة عليك نعمان لا اذهب وحدك اذهب وحدي نحن هنا بسببك وتلبية لرغبتك نعمان مبتسما بحزن بل نحن هنا لأجلك لم يكن في نيات إكمال الطريق معك كنت أريد فقط تحفيزك أن تتصل إلى هناك وتذهب بحثا عن صديقتك هل هذه طريقتك للتخلص مني؟ ماذا حل بكلامك عن الأصدقاء الذين لا يتركون أصدقاءه؟ نعمان أنا أحبك أيها الضرفيل الكئيب وأريد السعادة لك وسعادتك مع صديقتك الحرية فلقد رأيت في عينيها شوقا كبيرا للقاء ولن أحرمك ذلك الحب الذي ينتظرك موج أقبرتك بأن الكائن الذي قابلته لو كنت قابلته من الأساس ليس لج نعمان وهو يدمع قد أقبرتني بأن آخر اللقاء بينكما كان في حضرة اختبوت أحمر بأعين صفراء وأنها عندما ودعتك أقبرتها أنت بأن هذا ليس وداعا بل فراق إلى لقاء صمت موج في ذهول مما سمع فلم يكن من الممكن أن يعرف نعمان كل تلك التفاصيل دون أن يكون بالفعل قد قابل لوج وهي من أخبره بذلك نعمان اذهب يا موج اذهب خلف صديقتك ولا تتأخر عليها موج لا سنذهب معا وسنجد طريقا مناسبا لك هل أخبرتك سابقا بأن أعمار فصيلاتنا ليست طويلة؟ موج ماذا تعني بهذا الكلام؟ نعمان مبتسما بحزن يبدو أن المياس سخنة عند مدخل مملكة الحيتان قد ألحقت ضررا بي أنفاسي تزداد ثقلا منذ أن خرجنا من هناك ساعت قليلة وصوف أطفو على السطح موج يعوم بسرعة نحو سمك الصغيرة سارخا فيه لا تقول ذلك نعمان وعيناتا عسان لا تبقى هنا عندما يحدث ذلك أرجوك أريدك أن تتذكرني ضحكا وليس طافيا موج يهز جسد نعمان بجبينه ويقول بنبرة ساخطة خلطتها الدموع استيقظ استيقظ يا أحمق ابتسم نعمان للمرة الأخيرة قبل أن يغمض عينيه وينقلب على ظهر وموج يصرخ فيه بأن يستيقظ موج وهو يراقب جسد نعمان الطافي بأعين دامعة هل عرفت الآن يا صديقي لما لا أبتسم كثيرا؟ الحياة لا تريد مني الابتسام دائما ما تنتزه سعادتي حتى وإن أتت على هيئة سمكة جميلة مثلك وداعا وداعا يا بسمتي الصغيرة أطبق موج على السمكة البرتقالية الطافية وغسل القاع ودموعه تصعد للسطح من محاجره وعند وصوله للرمال حفر حفرة بأنف ووضع نعمان فيها وأهال عليه الرمال وقال لن يفترسك أحد يا صاحب الابتسام الجميلة حركت درفيل الحزين ذيل وعام متوجها للبحر الأخضر تملكت درفيل قدرة عالية في التقاط الآثر والإحساس بالكائنات خصوصا التي قابلتها من قبل أو عاشت معها لفترة طويلة لذا فعندما ركب موج الطيارة العابر فوق مملكة الحيتان جنوب البحر الأسود انتابه إحساس غريب وقوي بأن لوج قد سلكته قبل فترة وجيزة أو كانت لا تزال تعوم فيه فزيت من سرعة عامه حتى أنهى رحلته في وقت قصير وخرج من الطيار ليجد نفسه جنوب البحر الأخضر وبقرب من مدخل مملكة سايدن التي لم يزورها من قبل في تلك اللحظة تحديدا تأججت مشاعره وحواسه التي قادته وواجهته تجاه سلسلة من الجبال القدراء كان يراها في الأفق البعيد بعد عام متسارع وعند اقتراب موج من مضيق بين الجبال رأى جسدين عند مدخل المضيق بدوا له في بادئ الأمر كحول فتقدم أكثر نحوهما وقبل أن يصل إليهما التفت أحدهم وبدأ يصرخ فيه قائل موج موج توقف الضرفيل عن العام وبدأ يراقب باستغراب ذلك المخلوق الغريب الذي ينادي عليه باسمه وخلال ثوان أترك أنها غرنيقة برفقة غرنيق آخر هزيل ففزع وحرك ذيله في نية للهروب لكن الغرنيقة نادته بصوت غير مألوف له لكن الحزن والألم تخلى له وقالت لا ترحل أرجوك يا موج تستطيع الدرافيل تمييز مشاعر كثيرة في نبرات الأصوات وبالأخص مشاعر الحزن والفرح لذا توقف موج عن العام واستضر نحو الغرنيقة وقال بحذر كيف تعرفينني الغرنيقة قد باتت أكثر قربا منه وبحزن شديد وكفاها ومخالبها طويلة على صدري أنا لج ألا تتذكرني يا صديقي موج باستنكار لج صوتك وشكلك متغيران من أنت لج وقد بدأت تبكي وبنبرة متألمة وصوت مختلف أقسم لك أنني صديقتك التي افترقت عنها منذ أكثر من عام أعرف بأن صوتي وشكلي تغيره لكن استخدم قلبك وستتذكرني هل أنت مجنونة يا غرنيقة؟ لج وهي تبكي بحرق أرجوك تذكر موج لقد تذكرتك موج نعم حقا قال موج لقد كنت مع الغرنيقة الذين قتلوا زبد أتذكر ذلك بوضوح الآن لج وهي تحاول الاقتراب منه وتمد مخالبها الطويلة نحو زبد من؟ عن ماذا تتحدث يا موج؟ لطم موج واجه لج بذيله قبل أن تتمكن من لمسه وأقال بتجهم ابتعدي عني غرنوق من خلف لج بغضب كيف تجرؤ أيها الضرفيل الوضيع أن تلتم سموه الأميرة؟ لج بهدوء وحزن وهي تراقب موج يتنفس بثقة متجهما بعادئية جديدة لا تتدخل يا غرنوق غرنوق كما تشاءين لكن لو لطمت مرة أخرى فلن أبقى صامتا ناسك من فوق رأسه ذكرني بآخر مرة بقيت فيها صامتا لج والدموع لم تتوقف من الانهمار على وجنتيها أرجوك عدلي يا صديقي أرجوك انزل لقلبي ولا تنزل لمخالبي وأنيابي موج يصرخ في وجه لج بغضب ارحلي مع هذا المسخ البشع المصاحب لك فهو صديقك وليس أنا غرنوق هامسا لناسك كيف تسمح له الأميرة بأن يتحدث عنك بهذا الشكل ناسك ببرود محضقا أمامه سأتجاوز الأمر لا تقلق لج والهم والحزن مدبقان على صدرها أرجوك تذكرني تجهم موجه وحرك ذيله وعامه بتايدا عن المكان وخلال عومه قالوا الدموع تنهمر من محاجره ومن قال بأنني لم أتذكرك يا لج لكن لم تعود تلك الحرية التي أعرفها غرنوق وضعني يده على كتف لج من الخلف هل أنت بخير يا سمو الأميرة لج ونظرها سارح في الاتجاه الذي سلكه موج أنا لم أرى الخير منذ أول يوم وفقست فيه غرنوق مبتسما بحزن وهو يربط على كتف لج قائلا الغرانيق يلدون ولا يبيضون يا سمو الأميرة التفت الناس الخلف عندما أحس بطيار قوي يهز صدفته ورأى مجموعة من الحور ممسكين بعظام مدببة يقفون خلفهم متجهمين فقال لنؤجل حديث البعيد هذا لوقت لاحق لأننا فيما يبدو قد أيقصنا حراس المملكة رواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 الخريطة الجلدية دخل طاقم سفينة عين حواء في حالة من الهلع عندما بدأت كلاب البحر بالتقاطهم واحدا تلو الآخر وكان أكثر من مفجوعين بما يحدث هو قبطان كومباد بالرغم من رعبة الجأش السابق فقد كان يصرخ في بحارته للتماسك والبقاء حوله لكن الرعب الذي دب فيهم فرقهم ودفعهم لكسر الدائرة المرسومة لهم لذا قرر قبطان تركيز اهتمامه على السيدة وخادمتها وحمايتهما من الافتراس لاحظ قبطان أن أمرا غريبا كان يحدث حوله وهو أن الحيتانة التي كانت تعوم بجانبهم لم تهرب أو تجزع من هجوم سير بالقروش وهذا أمر مخالف لطبيعتها لكنه استغل ذلك التصرف الغريب منها بالعوم نحوها بسرعة بعد أن شد أجن من معصمها وبياد الأخرى ثبتها الوسينا الجالسة فوق أكتافه اضطر قبطان أن يعوم بذراع واحدة لأنه استخدم الأخرى للإمساك بسيدة التي كانت في حالة هلع لم تمكنها من التركيز والعوم بجانبه بعد بضعة أمطار من العوم بفزع من خلفهم أصوات البحارة وصرختهم المخيفة خلال افتراسهم وصل قبطان لزهر حوت أحدى كبير كان يعوم في دائرة تحيد بالعجول الصغيرة فقال السيدة وخادمتها امسك أنفسكما سنعوم تحت هذا الحوت كي نزبح بالقرب من العجول التي تحميها أجن بصوت مرتفع ومتوتر وهل ستسمح؟ انقطع صوتها عندما غاصق قبطان تحت الحوت وهو يشدها معه وبعد ثوان من العوم غرج برأس ورفع أجن لسطح الماء من ذراعها وهي تسعل وتسرق بصخط ماذا تفعل يا أحمق؟ كومباد يرفع يده ويتحسس وجهه لوسين هل أنت بخير؟ لوسين تبسق بعض الماء المالح الذي يتصرر في جوفها نعم أنا بخير كومباد وضع نكفه على رأس أجنه ماذا عنك يا سيدتي؟ أجن وهي تصفع يده بغضب أبعد يدك عني كومباد مبتسمة سننجو بإذن الله بعد تجاوز منطقة الهجوم بدأت الحيتان تستاء من عوم المجموعة بالقرب من عجولها وأخذت تضرب الماء بذيولها وتنفث الماء بزمجرة وضحة فقال القبطان يبدو أنها أفاقت من صدمة الهجوم وتريد مننا الإبتعاد عن صغارها والرحيل أجن فلتفسح لنا الطريق لن أغوص في الماء مرة أخرى رفع قبطان كف وبدأ يربط على أحد الحيتان الضخمة التي كانت تعوم بجانبهم فتحرك الحوت وكسرت دائرة المحيطة بالعجول الصغيرة وضرب بزعنفة الماء بقوة محدثة موجة قوية غمرت المجموعة فضحك قبطان قائلا حسن سنرحل أجن بتذمر بدل أن أغطس تحت الماء يغمرنا هذا المخلوق الأحمق بي كومباد وهو يعوم خروجا من دائرة الحيتان كوني ممتنة يا سيدتي لأنها وفرت الحماية لنا أجن تعوم خلف القبطان وتوجه كلامها للحوت الذي أفسح لهم الطريق بنبرة غاضبة ومتهكمة شكرا ضحكت قبطان وابتسمت لوسين أجن لما أنت سعيد هكذا من المفترض أن تكون غاضبا أو حزينا أو مرعوبا لكن سعيدا هذا ضرب من الجنون كومباد رفعا جزءا من سعفة نخيل كانت تطفو أمامه هذا هو سبب سعادتي يا سيدتي لوسين وهي تأخذ السعفة ما هذا يا قبطان كومباد مبتسما وهو ينزل للشمس التي بدأت تشغق بجانبهم أولى علامات النجاة نحن قريبون من يابسة أجن حقر أين هي اليابسة كومباد لنزد من وطيرة سباحتنا وسنراها بعد ساعة تقريبا ينا مع قبطان حق فبعد أقل من ساعة من السباحة ظهرت في الأفق معالم جزيرة فابتهجت المجموعة وقالت أجن بارتياح لقد نجونا كومباد قليها عندما تطق أقدمنا رمال الشاطئ أجن الأمواج تزداد قوة هذا أمر طبيعي كلما اقتربنا من الساحل وزادة ضحالة الماء لوسين السباحة أمر متعد كومباد مبتسما يجب أن تتعلمي العام يا لوسين لوسين ضحك أفضل امتطائك على السباحة في البحر المخيف ضحك قبطان وأجن تراقبهما باستنكار وتعجب للألفة الغريبة التي نمت بينهم ولم تعهدها أو تراها في السابق يانت رحلتهم نحو شاطئ الجزيرة هادئة ولم يعكر صفوها شيء إلا أمر غريب حدث قبل وصولهم للشاطئ وهو لطم سمكة كبيرة بذيلها سطح الماء أمامهم ما أثار استغرابهم هو حجم ولون ذيل تلك السمكة فقد كان ذيلا كبيرا أصفر مموجا باللون الأزرق مما دفع أجن لسؤاله قبطان والقول هذا رأيت سمكة بهذا اللون والحجم من قبل يا كومباد كومباد لا ولا يخطر ببالي أي سمكة بهذا الحجم وبهذا اللون إزاي لوسين ربما هذه المنطقة تملك فصائل نادرة من الأسماك فنحن في النهاية بعيدون جدا عن المناطق التي نألفها أجن لعل معك حق لكني شعرت بإنقباط في قلبي عندما رأيتها لا أعرف لماذا كومباد لقد اقتربنا من الشاطئ فلننسى أمر السمكة الآن أنزل قبطان لوسين من على أكتافه عندما أصبح الماء ضحلا ويمكنها السير فيه بأقدامها بقية المسافة وما أن وصلوا لطرف الجزيرة حتى استرقوا جميعا على رمالها من الإرهاق الناجم عن تلك الرحلة الشاقة نامت لوسين مباشرة بالرغم من أشاهة الشمس التي كانت تشاع بقوة على وجهه أما أجن فقد اعتدلت في جلستها بعد استلقاء لم يضم طويلا وبدأت تحضق بالأمواج الهائجة أمامها ورأت أن كومباد قد نهت وبدأ باستكشاف الساحل لم تتحدث معه أو تسأله عن أي شيء كان الصمت هو سيد الموقف وكأن الجميع لا يريدون الحديث عن حقيقة أن نجاتهم هذه منقوصة لأنها يبستهم جزيرة وأنهم قد يكونوا نجوا من الموت لكنهم لم ينجوا من الضياع لم تحنق لوسين بغفوة طويلة أو مريحة بسبب الذباب الذي كان يزعجها بشكل مستمر ويتحرك دخولا وخروجا من فتحات أنفا وأذنية حتى نهضت وهي تصرخ من موضي الوقاح؟ أجن تلتفت عليها ضحك ما بك يا مجنونة لوسين وهي تفرق وجهها وشعرها الذباب يا سيدتي مزعج جدا أجن المبتسمة هذه وظيفتهم كيف حالك الآن؟ بخير وأنت؟ أجن تعيد نظرها للأمواج بخير لكن متوجزها؟ من ماذا؟ هذه الجزيرة غير مريحة أستطيع الشعور بذلك لوسين تلتفت خلفها تبدو جزيرة جميلة ولن أمنع من البقاء عليها لفترة وجيزة أجن لم أكن أقصد ذلك لوسين معيد نظرها لسيدتها ماذا قصدت إذن يا سيدتي؟ كنباد ينادي من بعيد سيدة أجن لوسين تعال هنا لقد وجدت شيئا نحضت لوسين وهي تنفذ الرمال عن فستانها الذي جف قليلا لنرى ماذا وجد القبطان أجن تنهض وتلحق بها بخطوات بطيئة عندما وصلت السيدة حيث كان القبطان يقف وبجانبه لوسين التي سبقتها قالت ماذا وجدت يا قبطان؟ أشار قبطان لبعض الحطب المحترق جزئيا وقال يبدو أننا لسنا الوحيدين على هذه الجزيرة أجن أو أن هناك من سبقنا لها فقط كنباد وما الفرق؟ لم تجيب السيدة على القبطان لكنها نزلت على ركبها أمام كومة الحطب وبدأت تفحص الرمال حولها حتى أخرجت قطع عظمية ورفعتها في وجه قبطان ولوسين اللوسين ما هذه؟ كنباد جزء من عزام حيوان ما؟ أجن وعيونها منكسرة من الشمس والرياح تتلاعب بخصة من شعرها وما أدراك أنها تعود لحيوان أيها القبطان؟ كنباد إلى ماذا ترمين يا سيدة أجن؟ رمت السيدة العظمة الصغيرة ونهضت قائلة من أجعل هذه النار؟ لم يعد موجودا على هذه الجزيرة كنباد لا يوجد دليل على ذلك لم ترد أجن على القبطان لكنها بقيت تحضق وطمعا النظر في الرمال خلفهم إلى حدود بداية المسطحات الخضراء بالجزيرة فقالت لها لوسين ما بك يا سيدتي هل هناك شيء؟ صارت أجن بتخطوات باتجاه الجزيرة وكنباد ولوسين يراقب أنها بصمت حتى توقفت ونزلت مرة أخرى على ربتيها وبدأت تحفر في الرمال لوسين وهي تراقبها ما بها السيدة أجن كنباد وهو يشاركها النظر للسيدة خلال حفرها لننتظر ونرى بعد أقل من دقيقة توقفت أجن عن الحفر وبقيت تنظر في الحفرة التي حفرتها وكأنها لا تريد تصديق ما رأته لكنها في النهاية عملت شيئا من الحفرة ونخطت ورفعت جمجمة بشرية وقالت لقبطان بصوت مرتفع لبعض المسافة بينهما هل هذا دليل كاف أيها قبطان؟ صار قبطانه من خلف لوسين التي توطرت من منظر تلك الجمجمة وأخذها من يد أجن وقلبها بيده وأمعن النظر إليها لثوان ثم قال إذن فالشخص الذي أشعل النار مات على الجزيرة أمر طبيعي أجن مشيرة لكسر في الجمجمة هذا الشخص مات مقتولا وليس بشكل طبيعي لوسين بقلق لا تحاول إخافتنا يا سيدتي قالت أجن أنا لا أحاول إخافة أحد لكن يجب أن لا نطمئن بسرعة لهذا المكان ونأخذ حضرنا كنباد وهو يرمي بالجمجمة جانبا على الرمال السيدة أجن معها حق لوسين وماذا يجب علينا أن نفعل؟ كنباد موجه النظر لأجن ومخاطبا لوسين لدي إحساس أن السيدة هي من سيرشدنا فهي فيما يبدو تعرف الكثير عن النجاف مثل هذه الظروف أكثر مني أجن وهي تنهض نقفض الرمال عن فستانها لا أحد سينجو وحده دون مساعدة الآخر كنباد نحن منسطان أجن ترفع كفها وتضع على جبينها للوقاية من أشعة الشمس محضقة بأمواج الساحل في البداية يجب أن نجد مصدرا للماء العذب فهذه أهم خطوة كنباد سوف أدخل الجزيرة بحثا عن الماء أجن الملتفت إلى القبطان تحركنا بشكل فردي أمر غير حكيم سوف ننجد كل شيء كمجموعة حتى نستقر ونقل في المكان كنباد هيا بنا إذن لوسين هل يمكن أن أغتسر قبلها؟ الرمال لا تزال عالقة في أذني وأنا منزعجة منها أجن المبتسمة يجب أن تبدأي بالاعتياد على هذه الأمور يا لوسين فنحن لم نعد في المدينة وسائل الراحة تعد الآن من الرفاهيات التي سنحرم منها لوقت طويل لوسين أريد أن أغسل واجهي فقط قالت أجن أن لم أمنعك لكني أنبهك فقط أن أمامنا ما هو أصعب من مجرد حبيبات رمال لوسين هل أذهب أم لا؟ كنبات يبتسم وهو ينظر لأجن التي ضحكت وقالت اذهبي ولا تتأخري جارت لوسين نحو الشاطئ وبسبب فستانها طويل تعثرت لكنها نهضت وبدأت بالتضمر لتعرضها لمزيد من الرمال وكنبات يراقبها مبتسما لكن أجن كانت تراقبه هو واستمرت تراقب نظراته وابتساماته المتفاعلة من حركتها وسكنته ثم قالت منذ متى وأنت تحبها؟ انقطع تحديق كنبات بها واختفت ابتسامته ووجه نظره للأرض وبدأ عليه التحرج الشديد وكأنه لست قد قبض عليه متلبسا وقال عن ماذا تتحدثين يا سيدة أجن أجن بابتسامة خبيثة هل أخبرتها؟ كنبات بعبوس ونظر لا يزال موجها للأرض أمامه أخبرها بماذا؟ لا يوجد شيء لأخبرها به أجن وهي توجه نظرها نحو الشاطئ حيث كانت لوسين تختصب لوسين فتا بسيطة كنبات رفع النظر ويشاركها النظر لكن قلبها طيب جدا أجن أنت تعتقد أنك لا تصلح لها لهذا تخفي ما شعرك عنه هذا ليس أعتقادا بل حقيقة يا سيدتي لن أتدخل بينكما لكن لا تطلب قلبها لتقصره وإلا كنت أنا غريمتك لا تقلقي يا سيدة أجن فنن أفصح لها عن شيء فهي لا تحتاج شخصا مثلي في حياتها فهي عائدة لنتوقف عن الحديث في الموضوع قبل أن تصل لوسين لهما تعثرت قدمها مرة أخرى لتقع على الرمال ويضيع مشهودها كله في الإغتسال وتنظيف نفسها فالسير باللباس الذي كانت تلبسه كان صعبا بالرغم من أنها حافية لأنها فقدت أحفياتها في البحر لوسين وجه منكب على الأرض وتصرق بصخط هذه الجزيرة بدأت تثير غضبي إجن ضحكة أخبرتك بأن ما تقومين به مضيعة للوقت كومباد يسير بضع خطوات ويمد يد لها قائل لا بأس سنجد طريقة تكونين فيها أكثر راحة على هذه الجزيرة لوسين تمسك يد القبطان الكبيرة وتستعين بها للنهود شكرا وقفت لوسين تنفذ الرمال عن فستانها مرة أخرى وكومباد سارح فيها وإجن تبتسمني ما تراه وتقول محدثة نفسها هذا ليس وقت الغرام يا قبطان خلال تنظيف لوسين لنفسها لاحظت قبطان أنها كانت تمسك شيئا بيدها وتقبض عليه كان كورقة بنية اللون فاسألها ما هذا الذي بيدك يا لوسين لوسين وهي تنتبه لما كان بيدها هذه لا أعرف وجدتها عندما كنت أختسر فظلنت أنها قطعة قماشية أردت استخدامها لغسل أطرافي لكن ملمسها لم يكن قل قماش إجن لما أحضرتها معك إذن لوسين وهي تفتح القطعة وتعرضها أمامه لأنها تحتوي على رسومات وكتابات غريبة هطف كومباد القطعة من يازها وبدأ يتفحصها بيده وبأعينه والحماس يرتفع ويزداد على محياه أجن تبنو منه بواجه المتسائل ما بيك يا كومباد كومباد بحماس هذه خريطة خريطة جلدية تظهر معالم الجزيرة لوسين وهي تحق فروت رأسها هل هي مفيدة؟ أجن تطل من خلف كتف القطان وتشاركه النظر للخريطة الجلدية وتقول مبتسمة أكثر من مفيدة تفاصيل الجزيرة كلها هنا هذه خريطة رسمها قرصان وقد أظهر أهم معالم الجزيرة بالفعل كومباد وضعا إصبعه على أحد الرموز وهذا الرمز يشيل لكنزه أجن تأخذ الخريطة من يد القطان لا هذا ليس كنز كومباد أنا الوحيد هنا الذي له ماضي مع القراصنة وهذا هو الرمز الذي يستخدمونه للإشارة لأي كنز يقومون بإخفاءه أجن مبتسمة ونظرها لا يزال على الخريطة أقرسنا الهواء ربما لكن هذه الخريطة لم يرسمها قرصان اعتيادي ثم أن الرمز الذي تتحدث عنه يشير لمكان تحت الماء هذا تضليل واضح ومتعمد كومباد بتهكم وما أدراك يا سيدة أجن هل كنت قرصانا من قبل لا لكن كنت زوجة لأحد قادتهم وأبحرت معه أكثر من مرة وأستطيع أن أخبرك بكل ثقة أن هذا الرمز لا يشير لأي كنز كومباد إذن لا يوجد كنز في هذه الخريطة أجن تشير لرمز آخر وسط الجزيرة بل يوجد هنا هذا الرمز هو الذي يشير للكنز لوسين بتذمر ألا يوجد رمز يشير لمكان آمن للنوم كومباد ينظر حيث كانت السيدة تشير بسببتها هذا رمز تحذير من الاقتراب أي قرصان يعرف ذلك أجن الرمز رسم بالحبر الأسود ولو كان للتحذير لكان رسم بالحبر الأحمر ألم تكن تعرف ذلك؟ لا ما معنى ذلك أجن وهي تلاف الخريطة وتضعها في جيب صدرها وترفع نظرها للأفق معنى ذلك أن هذه الجزيرة أكثر تشويقا من مازنانت صوت عويل طويل ومخيف يأتي من قلب الجزيرة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله